أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد السلام عليكم مشاهدين الأفاضل ورحمة الله وبركاته أينما كنتم نرحب بكم أجمل ترحيب من على شاشة قناة كربلاء الفضائية ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج رد الشبهات دعوني بداية مشاهدين الأفاضل أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الدكتور السيد برغام الموسوي حياكم الله دكتور أهلا وسهلا المرحب المشاهدين الكرام حياكم الله وبيكم الله يحفظكم دكتور في الحلقة الماضية كانت عندنا آية قرآنية وليس الله بظلام للعبيد نسبوا هكذا في الشبهة أن الله سبحانه وتعالى حاشى أن يكون كذلك أنه عنده نسبة من الظلم بما أن هناك صيغة مبالغة في الظلم فصلتم في هذا الآن جزاكم الله خير جزاء ووقفنا عنده صيغة فعال التي تستعمل للنسب فتغني عني النسب هناك أبيات شعرية نعم نعم طبعا ذكر شراح النحو في هذا وأرباب النحو أيضا معنى البيت الذي وقفنا عنده ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن الياء فقبل معنى البيت أن الصيغة الثلاثة المذكورة فيه التي هي فاعل كظالم وفعال كظلام وفعل كفرح كل منها قد تستعمل مرادا بها النسب ويستغنى بها عنياء النسب يعني لا نحتاج إلى ياء النسب نعم ومثلوا لكل صيغة من هذه الصيغ بأبيات شعرية من خلال كلام العرب وأنهم استدلوا بها أنها كانت جارية على النهج العربي السليم القويم في هذه الأبيات أو في هذه الأبيات سنتبين كيف أن العرب استعملوها لأن نسب نعم مثلا في قضية الوزن فاعل نعم استشهدوا بقول الحطيئة في هجوه الزبرقان بن بدر التميمي فقال له دع المكارمة لا ترحل بغيتها وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي فالمراد بقوله الطاعم الكاسي النسب أي ذو طعام ذو وذو كسوة نعم من كثرة الطعام هذه استخدمتها لعبار نعم شاهد آخر يذكره سيبوي في قضية فاعل وغررتني وزعمت وزعمت غررتني وزعمت أنك لابن لابن يعني ذو لبن لابن في الصيف تامر يعني أي ذو لبن وذو تمر وقول نابغ الذبيان كليني لهم يا أميمة يا أميمة ناصبي وليل أقسيه بطيء الكواكبي فقوله ناصب أي ذو نصب ومثال فعال ومثال فعال اللي هو مدار الحديث في قول مرأ القيس صغة المبالغة نعم في قول مرأ القيس يقول وليس بذو رمح العفو وليس بذي رمح فيطعنني به وليس بذي سيف وليس بنبالي أعيد البيت الشعري نعم نبال على وزن فعال فقوله وليس بنبال أي ليس بذي نبل يعني ليس لديه نبل يضعه في قوسه ويرميني ويدل عليه يعني ماذا يدل على أن نبل نبال هنا أنه ذي نبل صاحب نبل أنه الكلمات المتقدمة بذي رمح فيطعنني وبذي سيف فيضربني صاحب هنا نعم نعم فلذلك هي وليس بذي رمح وليس بذي سيف وليس بذي نبل على اعتبار أنه سياق واحد فعرف المتلقي أن هناك ذي يعني صاحب نبل نعم وقال الأشموني فحملوا يعني هذه وقال الأشموني بعد الاستشهاد بالبيت المذكور الذي ذكرناه وليس بذي رمح قال المصنف يعني ابن مالك نعم هذا الآن كل استشهاد من اللغة العربية جميل جدا طرق اللغة العربية نعم وعلى هذا حمل المحققون قوله تعالى وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ أي ليس بذي ظلم أي أن الله ليس بصاحب ظلم وليس لديه ظلم وما عزاه لابن مالك جزم به غير واحد من النحويين والمفسرين يعني هذا الذي ذكره الأشموني وعزاه إلى ابن مالك أنه جزم به غير واحد من النحويين والمفسرين ومثاله في فعل قول الراجز أيضا هذا لا يعنينا على اعتبار أنه تعرضنا إلى هذه الحالات هذا إذن نصل إلى الرأي المختار في بظلام أنه ليس ذي ظلم وأنه لا يوجد منه ظلم لا قليل ولا كثير وأنه منتفي فلا يمكن أن ننسب الظلم لله عز وجل فلذلك تنحل هذه الإشكالية من خلال الرجوع إلى لغة العربي والوقوف على مبتنياتهم الفكرية واللغوية وكيف كانوا ينسجون كلامهم على هذا المنوال أحسنتم جزاكم الله خير أحسنتم جزاكم الله خير إذن هي النفي المطلق للظلم عن الله سبحانه وتعالى أحسنتم بالمحصل جزاكم الله خير دكتور هنا عندنا في جملة الشرط وجواب الشرط جواب الشرط يأتي بعد فعل الشرط أليس كذلك نعم هذا هو الوضع الطبيعي الوضع الطبيعي الوضع الطبيعي ورد هنا في الآية القرآنية كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فإن كذبوك فقل كذب رسل من قبلك من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير سنتم هنا في هذه الشبهة كيف جعل تكذيب الرسل جوابا للشرط مع كونه متقدما عن التكذيب طبعا أجاب أرباب النحو وكذلك المفسرون عن هذه الشبهة في قولهم جواب الشرط هنا ليس تكذيب الرسل نعم وإنما الإخبار القرآني بذلك لأنه قد هنا عندما وردت تفويض التحقيق نعم للتحقيق والإثبات وهم متأخر عن تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقول إذا أضاء الجو فقد طلعت الشمس نعم فجواب الشرط ثبوت طلوع الشمس لا طلوعها يعني لا طلوعها لأن طلوع الشمس متقدم على الإضاءة وسبب لها فلا يكون جوابا للشرط ولذلك لا يصح أن تقول إذا أضاء الجو طلعت الشمس من دون إضافة قد لجواب الشرط وهي انتفت بهذه الإجابة جميل جدا في لغة العرب قد اتبعت وقد استعملت والعرب على هذا النجو ماضون يعني لا ليست بدعا وليست هناك أشكالية حتى تطرح بهذا أحسنت الشكل هو جاهل في الأصل في المعنى لذلك طرح الشبه أحسنت أحسنت جزاكم الله خير أياكم الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الله سريع الحساب أحسنت هذا ما ورد في الشبهة قال كيف يكون الله سبحانه وتعالى سريع الحساب مع أن حسابه مؤجل إلى يوم القيام هذا ظاهر طبعا هناك عدة القول تتوجه إلى أنه ما الذي يجبره على السرعة هل هناك نعم كلام يعني كلام مع أن الأمر بيد الله نعم كل الأمر كل الأمر العفو بيده وإليه فكيف يكون هناك حساب سريع وغيره فهناك قول لبعض الباحثين بعد ذلك أنا سأستدرك ما قيل في هذه يقول بما أن الله سبحانه سرمدي له الخلود المطلق فما هو مؤجل وبعيد بالنسبة إليه قريب وسريع بالنسبة إليه طبعا هذا الجواب لا يكون كافيا ووافيا للرد على من يحاول أنه يعكر الماء النقي والماء الصافي فلذلك لابد أن يكون هناك جواب أكثر توسعا وانبساطا حتى يكون رد شافي وكافي لهذه القضية نعم جاء في التبيان يعني في تفسير التبيان للشيخ الطوسي رحمة الله عليه في قوله تعالى والله سريع الحساب يعني في العدل من غير حاجة إلى خط ولا عقد لأنه عز وجل عالم به يعني أنه الله عز وجل يعني ما يحتاج أنه يكتب أو كذا فما يحتاج أنه المجازات وإنما يحاسب العبد مظاهرة في العدل وإحالة على ما يجبه الفعل من غير ظلم سواء كان خير أو شر والسرعة هو العمل القصير المد تقول سرعة سرعة وأسرعة في المشي إسراعا وسارع إليه مسرعة وتسرعا وتسريعا هذه تصريفات اللي وأقبل فلان في سرعان قومه أي في أولهم هذا طبعا أيضا لم يتجلى الجواب من خلال تفسير الشيخ الطوسي لكن نلاحظ أن الشيخ أو الشريف المرتضى رحمة الله عليه تقدم خطوة إلى الإجابة على هذه يعني كان هناك توضيح أكثر قال الشريف المرتضى على تأويل من أراد قصر الزمان وسرعة الموافقة الآن بدت تتجلى أنهما المراد من السرعة وتعلق بالوعد والوعيد لأن الكلام على كل حال متضمن لوقوع المحاسبة على أعمال العباد والإحاطة بخيرها وشرها وأن وصف الحساب مع ذلك بالسرعة وهذا ترغيب وترهيب لا محالة لأن من علم أنه يحاسب بأعماله ويقف على جميلها وقبيحها إن زجر عن القبيح ورغب في فعل الواجب فبهذا ينصر الجواب طبعا هذا ما ذكره الشريف المرتضى ولكن هناك جواب يقربنا أكثر وهو المختار قبل الجواب المختار نأخذ فاصل قصير حياكم الله جزاك الله خير حياكم الله إذن مشاهدين الأفاضل لا تذهبوا بعيدا فهناك تفاصيل أخرى إن شاء الله في هذه الحلقة ابقوا معنا ما هو الفرق بين الصيام والصوم لا فرق بين الصوم والصيام فالمعنى اللغوي واحد وهو الامتناع لكن الامتناع عن ماذا يختلف فالصيام امتناع عن الطعام والشرب كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج أما الصوم فهو امتناع عن الكلام فقد ذكرت كلمة الصوم مرة واحدة في القرآن الكريم عندما أمر الله تعالى السيدة مريم بالصوم عن الكلام وفي الآية نفسها أمرها الله تعالى بالأكل والشرب فقال فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صومه حياكم الله مشاهدين الأفاضل بعد هذا الفاصل ونعود ونكمل ما تبقى من حلقة هذا اليوم من برنامجي رد الشبهات وأجدد التحية والترحيب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الدكتور السيد ضرغام المسحي حياكم الله دكتور أهلا وسهلا ورحبا بكم فصلتم كثيرا في مفردة إن الله سريع الحساب وكان هناك رأي مختار لما تفضلت به من آراء أحسنتك طبعا كلام الشريف المرتضى لم ينتهي بعد أن ذكر أنه هو يريد هذا المعنى المتقدم ولكنه لمح إلى معنى آخر بقوله وأن كنا لا ندفع أن في حمل الحساب على قرب المجازات الآن هذا المعنى هو يعتبره معنا ثانويا وأنه يمكن أن يحمل لكن واقعا هو الذي يتفق ويكون أكثر موافقة للذات الإلهية وأنه لا يكون هناك فيه ما يتصوره من سرعة الحساب وغيرها فيقول وأن كنا لا ندفع أن في حمل الحساب على قرب المجازات أو قرب المحاسبة على الأعمال ترغيبا في الطاعات وزجرا عن المقبحات فالتأويل هو يقول فالتأويل الأول أشبه بالظاهر ونسق الآية نعم إلا أن التأويل الآخر الذي يقصد به سرعة أن السرعة ليست السرعة معناها من المؤاخذة وغيرها وإنما هي المجازات يعني من ارتكب إثما سجل عليه من ارتكب حسنا سجل له بهذا المعنى في الآنية في الآنية في الآنية فلذلك يقول إلا أن التأويل الآخر غير مدفوع أيضا ولا مردود فلذلك هو يذكر أنه الرأي الآخر ممكن أن نحمل عليه وممكن أن نقول به على اعتبار أن الذات الإلهية هي أقرب التعامل مع المعنى الثاني وليس المعنى الآخر فسريع الحساب من أرجع إلى الروايات و الأدعية أيضا أجد أنه ماذا يخاطبه الإمام يقول لأنه لا يشغله شأن عن شأن ولا محاسبة أحد من محاسبة آخر فإذا حاسب واحدا فهو في تلك الحال محاسب للكل يتم حساب الكل بتمام حساب واحد وهو كقوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد لا يشغله خلق واحد عن خلق فلذلك هذا يكون أقرب و المعنى الآخر الذي ذكره بسرعة المجازات و قرب المحاسبة إلى الأعمال هو أقرب إلى الموروث الروائي الذي لدينا في بحار الأنوار يذكر هذه الوجوه فيقول طبعا أحد هذه الوجوه أن معناه سريع المجازات للعباد على أعمالهم و أن وقت الجزاء قريب يجري مجرى قوله سبحانه و ما أمر الساعة إلا كلمة البصر أو هو أقرب طيب جناب الدكتور ألا يدخل هذا أن الله سريع الحساب يدخل في أن هناك حساب أيضا في الدنيا أم ليس له علاقة؟ بالتأكيد فلذلك هو كلمة سريع الحساب يريد أن يبين أن هناك مجازات في الدنيا نعم و مجازات في الآخرة جيد فلرب سائل يسأل أنه أي تمدح في سرعة الحساب يعني أنه ما يوجد مدح في سرعة الحساب و ليس بظاهر في وجه المدحة أنه ما يكون فيه مدحة نعم الجواب يمكن أن يكون على نقاط أو نختار الأهم منها نعم أن يكون المعنى أنه سريع المجازات للعبادة على أعمالهم أي وقت وقوعها في بعض الحالات أن هناك حالات تستوجب أن تكون المعالجة آنية و وقتية نعم كما مثلا حصل في قارون عندما خصف الله به نعم أو عندما حصل في فرعون حيث انطبق عليه البحر نعم أو ربما تؤخر و إن كانت هي قد سجلت عليه أن هذه حسنة أو أن هذه سيئة طيب و يجري مجراه كثير من الآيات القرآنية جميل جدا هنا في الشبهة التي سنطرحها الآن يقول لك لماذا تستخدم أكثر من مفردة لمعنى واحد على سبيل المثال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا هذه الثلاث مفردات يقول لك لماذا تستخدم هكذا أحسن اصبروا أو رابطوا أو مفردة واحدة فقط طبعا عندما تراجع كتب التفسير و تجد ما سجل في هذا المعاني و تفسيراته تجد هناك كلام بعضه يوافق المبنى العام نعم للمدرسة الإمامية و بعضه طبعا ربما يستفاد من أقوال بعض المدارس التفسيرية الأخرى نعم طبعا نلاحظ أن بعض الباحثين المعاصرين ذكر أن صابروا أعلى من أصبروا نعم يعني هذا من حيث البنية يعني من حيث أنه كلمة صابروا و أصبروا صابروا أعلى من أصبروا تحتاج إلى صبر أكثر ثم صابروا فيها أيضا معنى أصبروا على ما هو أشد و صابروا لو كانت الحرب و كان أمامك مقاتل صابر فينبغي أن تكون أكثر منه قوة و قدرة حتى تغلبه في الصبر و يعني نحن نسميه المطاولة نعم حسن و أنت هي بالتالي تدخل في عبارة أنها مفردة أمر نعم نعم يعني هو أمامك ليس يجزع و لا يفر من العدو نعم و هذه الأمور التي ذكرت و قال بعضهم أيضا يعني من المعاصرين و كان المقصود من أصبروا على المواجهة النظرية بين أصحاب الحق و أصحاب الباطل و ناقش يعني هذا الباحث المعاصر أنه كيف يكون التعامل مع أصحاب الملل كاليهود و النصارى و تقديم الأدلة على بطلان معتقاداتهم و دعوتهم إلى دخول الإسلام من خلال أصبروا و صابروا أما كلمة صابر و في المقصود بها هي المواجهة العسكرية بين أصحاب الحقي و أصحاب الباطل في ميدان المعركة و المقصود هنا المعركة التي كانت في غزوة أحد على اعتبار أن الوحدة الموضوعية في سورة آل عمران هي كانت أغلبها أن تتكلم عن واقعة أحد لكن عندما نرجع إلى الروايات من خلال ما نقل عن أهل البيت عليهم السلام فمنها ما روية عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال معناه أصبروا على المصائب نعم الآن بدت الحالة تتوضح من خلال الروايات معناه أصبروا على المصائب و صابروا على عدوكم و رابطوا على ثغور المسلمين جميل جدا جاء في الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام في قول الله عز وجل أصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون قال أصبروا على طاعة الله و امتحانه و صابروا قال ألزموا طاعة الرسول يعني الميز أنه أصبروا على طاعة الله و امتحانه و صابروا على التزام أوامر الرسول و من يقوم مقامه يعني الإمام ورابطوا أي لا تفارقوا ذلك يعني الأمرين وكل لعل في كتاب الله يعني هذه التمييز أنه مجبة ومعناها أنكم تفلحون في تفسير القمي أيضا في رواية هي قريبة على هذا المعنى لكن التوجه على ماذا أنه أصبر في رواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال أصبروا على المصائب وصابروا على الفرائض يعني الجهاد أصغر وجهاد أكبر ورابطوا على طاعة الأئمة الله جميل ورابطوا على طاعة الأئمة طبعا كثير من الأحاديث تؤيد هذا المعنى أيضا في حديث آخر أنه أبي جعفر عليه السلام قال جاء رجل إلى أبي علي بن حسين فقال إن ابن عباس يزعم أنه يعلم أنه يعلم كل آية نزلت في القرآن في أي أم نزلت وفي من نزلت فقال أبي عليه السلام سله يعني من باب الاختبار نعم سله في من نزلت يا أيها الذين أمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا فالجواب بعد تسلسل يعني هناك كلام طويل أحنا ما ركزنا على نحنا نرفه وبد الحاجة نعم نعم من نسلنا المرابط ومن نسله المرابط أما إن في صلبه وديعة الله الآن بدأ الكلام يتجلى أن المرابط لمن تكون أما إن في صلبه وديعة قد ذرئت لنار الجهنم فيخرجون أقواما من دين الله وستصبغ الأرض بدماء فراخ من فراخ محمد صلى الله عليه وآله وسلم تنهض تلك الفراخ في غير وقت وتطلب غير مدرك وترابط الذين آمنوا ويصبرون ويصابرون حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكم فهي إشارة أنه الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا لما سيحصل من أحداث في قابل الأيام من خروج قائم آل محمد وأن هناك سيكون يعني إذا نظرنا إلى الخط اللي رح يكون في قابل الأيام هناك خط يقاتل ويناظل ويجاهد في سبيل الله وهناك خط سيكون مضادا ومعاديا لهذا الخط وهو الذي يجب على المؤمنين التربص له وأن يكون مرابطين له وفي حديث أذكره عن الإمام الرضا عليه السلام يقول أن علماء أمتي هم الجنود الذين يربضون على الثغر الذي يخرج منه إبليس على ضعفاء شيعتنا فلذلك إذا نستطيع أن نبين أنه مهمة العالم اليوم ومهمة العالم أنه ترتبط بالمرابطة وكيف أنه تبقى هذه عملية المرابطة على الثغر الذي يخرج منه إبليس ورد الشبهات عن ضعفاء الشيعة وكيف نصل إلى مكانة لتحصين هؤلاء من كيد الشيطان والوصول بهم إلى غاية الله عز وجل في إنقاذ الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور أحسنتم وهذا هو السر في أن القرآن معجز أن سننه جارية أحسنتم أحسنتم فما يجري في الأقوام السابقة يجري في الأقوام اللاحقة أحسنتم وهذا سر خلود القرآن الكريم طيب هنا رواية قبل أن تنتقل أريد هذه الرواية حتى بعد ذلك تبين هذه المعنى الذي انجل من خلال هذا الاستعراض التاريخي لمعنى أصبر و أصابر يقول عن يعقوب السراج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام تخلوا الأرض من عالم منكم حي ظاهر تفزع إليه الناس في حلالهم و حرامهم فقال يا أبا يوسف لا ما ممكن أن تخلوا الأرض من عالم من آل محمد فقال يا أبا يوسف لا إن في ذلك لبين في كتاب الله تعالى أن هذه سنة الله في كتابه لا يمكن أن تخلوا الأرض من عالم من آل محمد فقال يا أيها الذين آمنوا أصبروا و صابروا عدوكم ممن يخالفكم و رابطوا إمامكم و اتقوا الله فيما يأمركم و فرض عليكم اللهم اجعلنا من الصابرين و المرابطين بمحمد صلى الله عليه و آله و آله اللهم صلى على نهاية محمد و آله محمد جزاكم الله خير جزا دكتور على كل ما تفضلت به من توضيح في هذه الحلقة هياكم الله شكرا جزيلا و شكر موصول لكم أيضا مشاهدين الأفاضل على حسن إصغائكم إلى أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقات المقبلة أستودعكم الله والسلام عليكم و رحمة الله و باركاته محمد و باركاته و زرنا على Michal و بمحمد الكبات و بل محمد الكبات من سلي و سلي ووس aiming اشتركوا في القناة